في الحلقة دي انت هتاخد عنوين هتزود نسبة النقر الى الظهور وكمان هتكون قابلة للبحث والعنوان اللي انت هتاخده هيكون فيه الكلمة المفتاحية مضمنة بشكل صح وعدد كلمات العنوان نفسه متوافقة مع معايير الزيو هتقدر تكتب عنوين من غير ما تتعب كل المطلوب منك بس هتحط الكلمة المفتاحية ركز معايا في الشرح ده وطبق معايا وتفرج على الفيديو من البداية للنهاية ما تفقدش فيه ولا لحظة عشان الموضوع مهم بعد ما تخلص الفيديو ده مدى استفادتك انك مش هتشيل هم كتابة عنوين مقالات تاني هتكتب عنوين مقالات احترافية وبقال لما جهود بص معايا كده انا لو جيت على الروبوت وديته السؤال ده انا مجهز السؤال ده علشانكم السؤال ده انا مجهزه علشان تعمل عنوين مقالات احترافية والمقالات ده يكون نسبة النقر اللي الظهور فيها عالية جدا وكمان في نفس الوقت تكون متوافقة مع معايير جوجل والمقالات اللي انت هتعملها من خلالها سواء انت بتعمل خطة محتوى او حتى بتركز على كلمة مفتاحية هتكتب عنها مقالات في الموقع بتاعك او اي حاجة من الحاجات ده كلها هتقدر تستفاد منها بص ايه اللي حصل دلوقتي انا هستخدم اي ربوت هيشتغل معايا اي ربوت يعني انا اشتغلت على برضو شغال ما عندش مشكلة اشتغلت ده الرسمي اشتغلت على شجي بتي سري فور اشتغلت على شجي بتي المجاني برضو هيدي لك نتائج ممتازة جدا تعال نشوف بس النتائج اللي هو ادهالنا دلوقتي وعناوين المقالات الاحترافية اللي ادهالنا شجي بتي لما طلبت منه التيما او السؤال ده اول حاجة انت هتلاقي في الوصف تحت الفيديو سؤال بالشكل الجميل ده مكتوب وجاهز انت مطلوب منك بس هنا عند كلمة الربحة من التدوين هتغيرها هتحط فيها الكلمة المفتاحية الخاصة بيك وهنا برضو هتحط الكلمة المفتاحية اللي انت عاوز تتصدر فيها عندك مكانين المكان الاول هو ده هتغيره بالكلمة المفتاحية اللي انت عاوز تكتب عنها مقال وعاوز تتصدر فيها وعندك كمان هنا هو الجزء التاني اللي هتكتب فيه اللي هو ده يبقى انت كده المكانين دول اكتب فيهم العناوين اللي انت عاوزها. وبعد كده تعمل ايه? تدي السؤال للروبوت زي ما احنا عملنا في اول الحلقة كده. هيبدأ يدي لك النتائج اللي ظهرها قدامك دي. عندك هنا محدد له ان هو يكتب بس ستين حرف. محدد له ان هو يكتب لستين حرف لان ستين حرف فعلا هو ده العنوان المتوافق مع معايير جوجل. ستين حرف. ممكن تزود على حسب احتياج المقالة ده موضوع راجع لك انت. وبرضو مش هيبقى مضر ولا حاجة. عشر عنوين انت ممكن تخليها عشرين. ممكن تخليها تلاتين. ممكن تخليها مية. على حسب احتياجك انت وتشوف عاوز تعمل خطة محتوى لكلمة معينة ولا حاجة. برضو راجع عليك انت انا مخليها عشر. والباقي بقى حاجات كلها لابد تكون موجودة. طب لو بنعاوز اخلي العنوان متضمن على كلمتين. برضو جميل. هتكتب هنا الربح من تدوين. وهنا هتكتب الكلمة التانية. زي كده. هنا هتكتب مثلا الربح من تدوين. وهنا تصدر نتاج البحث. وهو ريك مثال دلوقتي على الطريقة دي. يعني انا عاوز العنوان يتضمن كلمتين. هحط كلمة هنا. وكلمة تحت. دعا نبدأ نشوف العناوين العناوين اللي هو الدهلنا. كويسة وتنفع ولا لا. لو بتاخدوا بالكم يا جماعة الناس اللي بتاخد معايا الكورسات المدفوعة. وبتابع القناة برضو. شايفين اللي احنا بنشرحه في الكورسات. الربح من التدوين. كتب لك الكلمة المفتاحية. وفصلها عن الجزء التاني اللي هو الوصف والشرح. زي ما احنا بنشرح دايما. الكلمة المفتاحية موجودة بشكل صريح في العنوان. وموجودة آآ مفصولة عن الجنب منها. بس طبعا مش هنستخدم النقطين دول هنستخدم الشرطة. وهنستخدم فيه فراغ هنا ما بين الكلمة والتانية. بس تعاني شوف اصلا هو كاتب عنوين عاملة ازاي. اسرار الربح من التدوين. يعني هنا ضمن الكلمة المفتاحية الصريحة اهي. اكتشف كيف تحقق دخلا مزهلا. ده عنوان محافز ومستفز للزائر او للباحث عشان يقدر يخش عليه. فدي العنوان ده ممتاز جدا وبيزود نسبة النقر الى الظهور لما حد يشوف عنوان مقالك في محارك البحث بيفتحه ويسيب غيره علشان هو فعلا مستفز للنقر. مستفز ان انا اخش محافز كمان للزائر انه هو يخش عليه. واحنا حققنا النقطة دي والنتائج كلها جميلة. تحقيق الربح من التدوين خطوات بسيطة للنجاح المالي. برضو عنوان جامد جدا وحلو جدا ازاي ضمن لك الكلمة المفتاحية. وفي نفس الوقت حط الكلمة المحافزة للزائر انه يخش عليه. والعنوان كده قابل للبحث لانه الكلمة المفتاحية فيه صريحة. هنا برضو صريحة جدا. الربح من تدوين لوحدها. وبعدين زي ما كنا بنشرح في الكورسات. استراتيجيات فعالة تحقيق دخل مستدام. برضو جميل جدا. عنوان كلها قابلة للبحث وحلوة قوي. وممتازة. وتقدر تستفاد بيها لو انت بتعمل خطة محتوى الكلمة معينة وعاوز تكتب عنها كمية كبيرة من المقالات هتستفاد بالطريقة دي. بتاع بتاعنا نجرب احنا بقى الحتة بتاعت الكلمتين. يعني انا عاوز اضمن كلمتين. هعمل ايه? خلينا اقول هنا في الجزء ده مسلا السؤال هكتب له هنا تصدر نتائج البحث. وهخلي تحت الربح من تدوين. هنا تصدر نتائج البحث. وهناك هخلي الربح من تدوين عادي. وهعمل نسخ كده. وهروح على الروبوت برضو تاني. واديله السؤال تاني. واشوف هيديني بيانات ايه? عندي ممكن اه ممكن اسأل هنا ما عندش مشكلة وعندي ربوت تاني مجاني اهو. هتلاقي الروابط دي موجودة في الوصف تحت الفيديو. وكده كده احنا قدمنا المواقع دي قبل كده كتير جدا يا جمعة. هنا بدء يدي لك الاجابة ايه? نصائح لتصدر نتائج البحث. او محركات البحث وتحقيق الربح من تدوين. ضمن لك الكلمتين في العنوان. كيف تحسن اداء مدوناتك? وتصل الى اعلى نتائج البحث. الربح من تدوين كلمة صريحة. طرق يستخدمها خبراء التسويق لتصدر البحث. برضو اه ضمن لك الكلمتين بشكل احترافي والنتائج ممتازة. النتائج اللي انا شايفه قدامي دي مبهرة. مبهرة جدا لانها انا شايف ان العقل البشر حتى ممكن يفكر فيها وقت كبير جدا على ما ينتجها ويعملها. لا انت دلوقتي خلاص عملتها لنفسك. تصدر نتائج البحث. اسرار وخطوات لتحسين محتوى مدوانتك. برضو ممتاز جدا واحترافي ويتضمن الكلمتين. خلي بالك انت دلوقتي زي ما قلت لك مش شرط اساسي عشر نتائج انت ممكن تحدد له هنا. بدل عشر نتائج تخليها عشرين او تلاتين. وتقعد انت تفكر تختار ما بينهم. خلي بالك ركز في الحتة دي. تفكر وتختار ما بينهم ما بين الكلمات دي. تختار انت ما بين الكلمات دي اللي انت عاوزه. ومن خلال الكلمات دي احسن عنوان هتاخده. وتشتغل عليه. احسن عنوان من هنا هتاخده وتشتغل عليه. على ما اظن ان احنا كده وصلنا نهاية حلقاتنا برضو عشان ما اطولش عليكم. عنوان المقالة بتاعك وهو من اهم الحاجات اللي بتنجح المقالة. لازم يكون قابل للبحث. الكلمة المفتاحية صريحة موجودة متضمنة فيه. ولازم يكون ستين حرف. لو زاد عن كده بيبقى في حالات معينة ولو زودت برضو ما يدرش. المهم انك بتوصف الحاجة اللي جواه. ولازم ان يكون محفز للزائر يضغط عليه علشان يزود نسبة النقر الى الظهور بالاضافة للصورة طبعا بتاعت المقال. وبكده يبقى انت حققت المعادلة الكاملة. اتمنى يا جماعة يكون الفيديو ده مفيد للناس. واتمنى انك اقل حاجة هتفيدني وهتفيد الفيديو اللي انت واقف عليه ده عشان غيرك يستفاد. انك تعمل اعجاب او تعليق محفز كده علشان يوصل لأكبر عادل من الناس. وغيرك يستفاد زي ما انت ما استفاد. وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.